السلام عليكم عندنا اليوم حلقة خاصة من توب 10 وميزة الحلقة هذه ان كل الشخصيات اللي بيظهرون في الحلقة انتم نفسكم اخترتوهم حنا ما اخترنا ولا شي سوينا قائمة مسحناها بعدين قلنا بتويتر عطونا الشخصيات اللي انت تقولون عنها وكلكم اخترتوها فعشان كذا كل ما تطلع شخصية راح تلقون على الشاشة اسامي الحسابات اللي ذكرتها فالحلقة هذه بتصير مرة حماس وهي البيعين اللي موجودين في عالم الالعام خلونا نبدأ اول بيا معنا هو من لعبة بوردلانز 2 وكند اللي اللعب هذي راح يرف البياع ذا اللي هو ماركوس ماركوس هذا بياع شريطي عنده اسلحة ومو بس كذا فيك خير راح قلنا ابغرد جعل فلوسي ابغرد جعل باقي شوش سوي لك 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 مو صاحي ما هو صاحي ويبوش شون تشتري منه هذا المركز تسازة معنا بياع ايضا واحد مشهور وطلع في اشتركوا في القناة في مركز الثامن معنا بياء صراحة عزيز جدا علينا شخصيا البياء هذا من لعبة داركسايدردس واسمها فالغرين ميزة البياء هذا انه يبيع لك اشياء كثيرة صح ويعطيك اسلحة بعض وشعجز كذا ايضا يعطيك مشينات تسويها ويساعدك في اللعبة واهم شي عندي طبعا في البياء هذا انه صوت الاسطورة مارك هامل اللي يمثل اصوات شخصية لوك سكاي ووكر في فلام ستار وورز وايضا شخصية الجوكر اللي في لعبة اركم اسايلم واركم سيتي فالمركز السابع معنا بياء البياء هذا لو تحط اي مكان هو يدبر نفسه وهو اصلا داخل في حرب يعني بياء وسط حرب يبيع اسلحة هذا البياء مو بس كذا عنده صديق وليساعده دايما اللي هو القرض الرهيب اللي تشوفونا يدخن ويشرب كوكا هذا البياء طبعا الاسطورة دريبن ايت ناين ثري من لعبة متزكين ميتال جيرز سوليد فور ميزة البياء هذا الميزة الشخصية لانا شفتها فيها عجبتني انه اذا جبت اسلحة مثلا عندك سلاح عندك جاك شلاح ثاني زي اللي قبله مو تروح الدورة عشان تبيع عليها لا اوتوماتيك انباع السلاح وتلقى انه جدتك فلوس هذا ارهب في شي صراحة مو تروح الدورة وتعطيل بها صراحة جدا رهيبة طبعا لها قصة رهيبة ما بيحرق عليكم اه لعبوا انتقل سيتفرد فور وراح تشوفون قصته والمركز هذا اسم معانا لعبة بايونتا طبعا البياء على سطورة رودن او رودان هو هذا هذا برضو واحد من النوع اللي يعني يبغى ناقصه اغراض ناقصه عدة مايروح ينتظر احد يجيب ليالا هو يروح الالا هنا عند الهل الجحيم ويفقع وجوه الوحوش وياخد من المأسلحة ويجيب يحمل بانيته ومو بس كده الشخصية هذا ايضا لا علاقة بالقصة ايضا لعبوا بايونتا اشتركوا قصته واكثر من كده برضو في جا تلميح نحتمال بيكون بلعبة سوبر سماش برضو جديدة وهذا شي اتمنى صراحة وراح تشوفون قصة روحة نزل جديد هذا في بيعين هالمرة اخوان واحد اسمه بروك وثاني اسمه سندري انا متأكد كل شخص لعب اللعبة وقابل بيعين ذولي وقع مع الحب فيهم او حبهم لان شخصياتهم جدا ممتازة بروك عصبي متعجرف لسانه يسبس لكن قلبه طيب سندري خواف مهايطي لكن فيه يعني شجاعة بس تطلع الوقت المناسب فشخصيات ذول اللي يركبوا مع بعض صراحة يطلعون يعني حاجة رهيبة فاللي لعب بلعبة قودفور بأكيد بيعرفون البيعين لازم يتحقون نحطهم عندنا في الفيديو والجزء الرابع ايضا اللعبة عزيزة عليلي اللي هي لعبة نير اوتوماتو معانا البيع المتنقل او خنقول السيارة المتنقلة ايميل ايميل هذا اصلا كان شخصية اساسية في لعبة نير الاولى وكان ما بيحرق عليكم صراحة اللي بيلعب نير الاولى بس فكرة ان هذك شخصية اساسية وبعدين بالجديد ايضا صارت حاجة يعني برضو ما بيحرق عليكم ولعبوا لا بتعرفون بس اللي بيعرف اللعبة اللعبة ان لعبها ان هذا البيع ليش حطيته هنا لها قصة رهيبة جدا رهيبة صراحة ولا علاقة في عالم نير كله وايضا يبيع لك اشياء مرة رهيبة اعتماد ما تلقاها بأي مكان مركز تالت يا ربي هذا البيع يا اني اكره متأكدر ان انت كله يكره من لعبة انيمال كروسينج في هذا توم نوك توم نوك هذا الله لا يهينه فاتح محل زينا اول ما تلزجي المدينة تدخل بعد تروح له تقولك اوه ترى انت ما عندك بيت ولا يهمك انا اعطيك شقة صغيرة واضبطك انا بالشهر تتفع عشر ريال فانت مبسوط تقول اوكي حلو ده السعر حلو تروح اللي تلقى بعد شو يرفع لك الاجار بعد شو يتحس اني حاجة ناقصة بعد شو يقولك ايش رايك ترقي شقتك وان طبعا زي تصدق على طول فترقي شقتك في النهاية اللعبة مادي ده صراحة ما خلص يخصيا بس اللي عرف اننا ناس كتير قلوا لي الشي اسمه الديون ما تخلص من عنده لا بكرة تخلص ديونة واذا خلص ديونة تظهر يطلع لك حاجة جديدة البياح هذا من جد اكرهه بس يستحقنا مجد في القائمة لان اكره بياع اتوقع في عالم الالعاب ها ها المركز الثاني ما يحتاج طبعا زور زور هذا من البياعين اللي كلنا كنا ندوروا بعد سلات الجمعة تلقى يبسط في كل مكان كل يوم يبسط لك في منطقة في ديستيني يعني يبسط لك في التاور يعني يبسط لك منطقة وين والله نسيت اسمي حتى الاماكن بزبدا هذا يبسط لك هاي مكان وقايد يبيع عطورات مدريش ودهن عود بس ليش السؤال يطرح نفسه ليش ليش ما يكون مكانه دائما كل جمعة يكون نفس المكان بسيطة الامانات تجي تشيله تقول لها حبيبي يقول قش عبشك فيروح مكان ثاني يطر غيره وطبعا اكثر شيء ما يزوره وليش انه بياع محبوب اللاعبين دستيني انه كان يجيب لك اسلحة اكزوتيك وهذا شيء جدا متاز واخر بياع معنا المفروض تكون لكلكم عارفينه اسمع الصوت لدي بعض الأشياء على المنزل يا سترانجر تطلع ترجع تلقا موجود او يمكن حين ما يكون موجود ما ذكي ترعب ضب بس ان البيع هذا اسطورة هو ليحط اساس البيعين في اللعاب لقدام زي ما اشوفنا اننا صار عندهم شخصيات اكثر من البيعين حق العاب اول شكرا شكرا انتم الفيديو هذا لكم انتم اللي سويتو انتم اللي اختارتو فهذا الفيديو لكم انتم لما تحطوا اللايك تعطوهنا وتعطونكم فكلنا نستفيد يأتيكم على المتابعكم معكبت الشيحة مع السلامة اشتركوا في القناة